أولاً الرحبة تساعدت في استديو وعلوم الدار وشاكري لتتواجدت اليوم محباجي وأنا شكرا استطافتكم لنا في هذه المنصة الجميلة طبعاً نحن اليوم أصرينا الصراحة تواجدت اليوم عشان تشرحي لنا أكثر عن هذا المشروع يشرفنا يا حمدانكم بينكم إن شاء الله فلو تشرحي لنا أكثر عن مشروع بيوت منتصف الطريق وشو هو هذا المسمى وليش تسمى المشروع بهذا الاسم طيب أولاً الفكريات هي إحدى المبادرات المنبثقة من استراتيجية مكافحة الإدبون التي أطلقتها دائرة تربية المجتمع على مستوى إمارة أبوظبيب بيوت منتصف الطريق وسميت بهذا المسمى وهذا المسمى عالمي ومطبق أصلاً في دول أخرى هي المرحلة الانتقالية ما بين العلاج الطبي في المنشآت العلاجية الطبية المستشفيات تحديداً وما بين تأهيل وإعادة الدمج المتعافية من الأدمان في مجتمعه وبين أسرته المشروع هذا بدتها هيئة الرعاية الأسرية وأطلقناه قبل سنة تقريباً بمباركة من قيادتنا الرشيدة ودعم منهم الحمد لله ويهدف إلى أن نغطي مرحلة ما بعد إزالة السمية فإذا بنتكلم عن رحلة علاج هي تبدأ من مرحلة إزالة السمية في المنشآت الطبية المتخصصة والمرخصة في الإمارة وبعدها أينا هذا المتعافي المتعافي هذا يدخل معنا في رحلة إعادة التأهيل ومن ثم إعادة الدمج المجتمعي إذن يعني هي تعتبر الخطوة الأخيرة من مرحلة العلاج أو من مرحلة التعافي هي بداية مرحلة إعادة التأهيل إلى أن نصل لإعادة الدمج الفاعل في المجتمع فتكون لاحقة لمرحلة العلاج الطبي المتخصص في سحب السمية وهذه طبعاً مرحلة جداً مهمة لهذا المتعافي لأنني لم أقدر أسحب سميته وأقول له بدمجك في المجتمع يجب أن يكون في هذه المرحلة الانتقالية التي تقدم له فيها مجموعة من البرامج والعلاجات التي تساعده أنه يرجع ويرجع تركيبة خلايا الدماغ التي تضررت من استخدام أو سوء استخدام المواد المخدرة فنحاول نحن نسوي للعلاج الاجتماعي النفسي السلوكي وغيره إلى أن نضمن أنه وعاد إلى مجتمعه كشخص سليم متعافي داخلياً أو حتى ظهرياً إذن هو نموذج رعاية متكامل سعدت هل الإسراء تكون من ضمن العلاج؟ اللي يميز المنظومة أو المودل اللي تبنتها هي أترعاية الأسرية أن الأسرة هي معانا في مرحلة العلاج من اليوم الأول لأنك أنت اليوم ما بتعالج الشخص نفسه وعقبة ترجعه لازم تتأكد أن أسرتها أولاً واعية ومتقبلة أن الإدمان هو مرض ومرض انتكاسي ومزمن فلازم أولاً نبدأ بتوعية الأسرة في هذا الجانب ثانياً نشتغل مع الأسرة على توطيد وتحسين وإصلاح العلاقات بين أفراد الأسرة والشخص هذا لأنه أكيد خلال مرحلة التعاطي واللاوعي لهذا الشخص كان فيه تصرفات يمكن شوية سلبية أو قد تكون عنيفة بعض الأحيان لازم نرد الثقة بين الطرفين نرد دمج الأسرة وإعادة ترابقها وتماسكها مع المتعافي هذا وحتى إن كان من ضمن أفراد الأسرة أطفال نتعامل مع علاج الصدمات في الطفل هذا اللي مر فيها خلال تعامله مع هذا الفرد وهو متعاطي وهو مش في وعية فنعالج الأسرة ونعالج الفرد أيضاً في نفس المنشأة في نفس المكان يزورون الأسرة ويمرون في مراحل وجلسات من ضمن الأشياء اللي حتى نقدمها كعلاجات اللي هي علاج الخلافات الزوجية وعلاج الخلافات الأسرية فنرجع ديناميكية الأسرة مع بعض بحيث نضمن في المرحلة الأخيرة لما نوصل لمرحلة إعادة الدمج الأسري تكون الأسرة جاهزة والشخص أيضاً جاهز إذن جميل مسمى المتعافي ما سميته بالمريض أو المتعاطي أو غيره كيف يقدر يتواصل أو ياكم المتعافي هل عن طريق الهيئة الصحية اللي هو خضاع للعلاج فيها أو عن طريق الأسرة الأسرة أو الشخص نفسه أو أي من الجهات اللي تحب تحيلنا الشخص واللي يبغي ينضم لبرنامجنا يكلموننا على رقم مركز اتصال هيئة 8444 ورقمنا شغال 24 ساعة إذن على مركز اتصال هيئة الرعاية الأسرية 8444 صحيح إذن كما هو مبين في الشاشة الآن السؤال الأخير البرنامج للمواطنين فقط أو للمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي؟ مبدئيا برنامجنا هو حصري لمواطنين إمارة أبوظبي نحن بدنا كمرحلة تجربية بطاقة استيعابية محددة الفئات اللي نستقبلها من الإناث والذكور بين عمر 18 وال65 سنة طبعا في معايير لقبول الأشخاص ومعايير أن نحن نرسل ما هي هذه المعايير؟ أهمها طبعا ملاءة الشخص في العناية بذاتها هل هو قادر أن يأتني بذاتها أم لا؟ واحد اثنين ما عنده أمراض مزمنة تحد من تأهيله اجتماعيا ونفسيا بمعنى إذا كان الشخص عنده مثلا علاجات في غسيل كلاء أنا ما أقدر أستقبل عندي لأنه راح يضطر يكون في منشأة طبية متخصصة في علاج هذا المرض اللي عنده نحن نتكلم عن الأمراض الأخرى مش بس إدمان تقبل الشخص أنه عنده هذا التقبل وعنده الرغبة له بشكل بسيط الرغبة بالعلاج والرجوع للمجتمع مرة أخرى صحيح لو كانت بسيطة نحن نعززها بالبرامج العلاجية التحفيزية أنه يبدأ يتقبل العلاج عندنا إذن شكرين لاتتواجدت اليوم ويانا سعادت وإن شاء الله تكون الصورة وضحت لنا أو للمشاهدين الشكر موصول لكم جميعاً ولجميع المشاهدين اللي يشوفونا ونرد أن نقول لهم أن تراه الإدمان هو مرة هو مش خلل وممكن أن يتعالج وممكن أن يتأهل بدعم من جميع الأفراد في هذا المجتمع إن شاء الله إذن أسماء العزرية المديرة التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية من هيئة الرعاية الأسرية شكراً لأنضمام جلنا في استوديو علوم الدعم شكراً لكم الله شكراً لكم